فريق الأهلي واصل تدريباته على ملعب مختار التيتش استعداداً لمواجهة فريق مودرن سبورت واللي تتلاب بكرة الساعة 9 بالليل في ختام منافسات بطولة الدوري الممتز أحر السامي القمصان مدرب الفريق على تخصيص فقرات فنية متنوعة بينما أدى حراس المرمى ميراناً قوياً في إطار الاستعداد للمباراة قام قمصان بمنح عدد من اللاعبين راحة من الميران وفقاً للبرنامج التدريبي اللي وضعوا الجهاز الفني مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن التعاقد مع المحترف البولندي ماتيوس يوزيوك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة طيرة وأنها نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع المحترف البولندي بناء على طلب المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة طيرة بالزمالك المنتخب الوطني للجودو توج بلقب البطولة الأفريقية للناشئين والناشئات والمقاومة حالياً في العاصمة الكاميرونية يويندي بمشاركة 16 دولة حصد المنتخب الوطني المركز الأول ب14 مديريا على مستوى منافسات الفردي بواقع خمس ذهبيات وأربع فضيات وخمس برونزيات نادي جيرونا اتعادل مع فريق ريال بيتاس بنتيجة واحد واحد في المباراة اللي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني في موسمه الجديد فريق أتلاتيك بلباو اتعادل مع فريق ختافي بالنتيجة واحد واحد في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب سان مماس في انطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري الإسباني ونادي لوس أنجلس جالكسي الأمريكي أعلن تعاقده مع النجم الألماني المخضر ماركو رويس في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع ناديه السابق بوريسيا دورتموند خلال الصيف الحالي وقع اللاعب عقد مدته عاما ونصف حتى نهاية موسم 2026 وفريق طرف زون سبور التركي والمحترف ضمن صفوفه ونجمه منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجيه ودع الدوري الأوروبي بعد ما خسر من فريق رايد فيينا النمساوي 2-0 ضمن منافسات إياب الدور الثالث التمهيدي من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجديد 20-24-20-25